المكالمات التسويقية هي عبارة عن مكالمات يتلقىها الفرد من دون طلب منه وغالباً الغرض منها الترويج لمنتج أو لخدمة تكون مزعجة لأن الشخص لا يبغيها وفي أوقات مختلفة مثلاً يعني أوقات غير يعني ما يريد أن يستلم مكالمات مثلاً هالوقت توراد مداونتي وبس التنويه المكالمات عندك نوعين مكالمات مسجلة بأسم شركات وفي عندك مكالمات مسجلة بأرقام تلفونات خاصة أرقام شخصية فالفرق بين الأرقام المسجلة بالشركات يطلع تحت الرقم اسم الشركة والأرقام الشخصية يكون بس رقم بدون اسم فهي تكون أرقام الأفراد يمثلون شركات جميل يعني تشرف تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية على سجل عدم الاتصال الذي هو DNCR كلمين عن الموضوع هذا أكثر؟ سجل عدم الاتصال أو دونات كوير راجسري هو سجل يستخدم لإدراج أرقام المستهلكين اللي ما يبغون يتلقوا مكالمات تسويقية والغرض من هذا أنه طلع قرار مجلس الوزراء رقم 56 و 57 لسنة 20-24 بشأن مكالمات التسويقية وهذا القرار يلزم الشركات قبل إجراء أي مكالمات تسويقية أنها ترجع لسجل عدم الاتصال وتتحقق من الأرقام اللي يتصلون عليها فإذا كان الرقام مسجل في سجل عدم الاتصال المفروض الشركة لا تتصل بهذا الرقام وإذا أنتم مسجل في سجل عدم الاتصال ونفرض الحينيتك مكالمة تسويقية هذا يعني أن الشركة التي تتجري المكالمة ما التزمت بالضوابط بضوابط سجل عدم الاتصال لأننا لاحظت أنه لما طرشت DNCR بعد ردوا تصلوا فحين تطلعوا طريقة ثانية صح؟ غير الـ DNCR مثلا أن نحط الرقم ونطرش على رقم 10-10 على الـ report صح؟ هذا إذاية مكالمة تسويقية إذا كانت من شركة لازم تكون مسجل في الـ DNCR فإذا أنت كنت مسجل والرقم من شركة سوالك تيلفون عشان تشتكي على المكالمة أضطرش كلمة report متبوعة بالرقم إلى 10-12 ولكن إذا كان الرقم الذي سوالك تيلفون عبارة عن رقم شخصي بغض النظر إذا كنت مسجل في سجل عدم الاتصال أو لا كنت مسجل في سجل عدم الاتصال القانون يمنع أنه يجري مكالمات تسويقية بسخدام رقم الشخص إذا كان رقم عادي وأنا مساوي سجل عدم الاتصال أرقام الثانية ضرورية الناس اللي بيتصلون فيني هل بيوصلني الاتصال أو بس الأرقام التسويقية هو سجل الشركات ترجعلي عشان تتحقق من المكالمات يعني عندها لسة أرقام تتصل عليها فهي ترفق هذه الأرقام في هذا السجل وتشوف إذا الرقم مسجل أو لا فهو بغض النظر بتيت المكالمة بس الشركات هو مرجع للشركات قبل تجري المكالمة عشان لا تتعرض للغرامات والعقوبات خلينا نعيد المعلومة أيضا للمشاهدين عشان أيضا الهدف أيضا من هذا اللقاء يصال هذه المعلومة بأن هناك خدمة اسمها اللي هو الرقم وترسلها إلى رقم 10-12 للشركات الشركات المقصود بأن يوم حد يتصل بك يكون اسم الشركة موجود تحت الرقم صح؟ هذا الريبورت عشان أنت تشتكي على أي رقم اتصل عليك بغض النظر كان شركة أو كان رقم شخصي أنت تشتكي على المكالمة أنا أشتكي على المكالمة نفسها مكالمة تسويقية ما يفرق من أن يأيني الرقم وتحت اسم شركة واتصال تسويقي برقم فقط الفرق أنه إذا كان باسم شركة المفوض السجل في سجل عدم الاتصال نعم لكي لا يتصل عليك إذا لم تكن مسجل في سجل عدم الاتصال هم عادي القانون لا يمنعهم أن يتصل عليك لو قرار مجلس الوزارة نعم لكن إذا رقم شخصي القانون يمنع أنه يعتبر هذا الفعل مخالف للقانون استخدام الأرقام الشخصية لغرض التسويق جميل فأنت في كل الحالتين إذا كان رقم شخصي لو كنت مسجل و لو لم تكن مسجل تستطيع تشتكي على الرقم لأنه مخالف للقانون